قصة عجيبة جدا لهذا المسجد في قرية من قرى المغرب بعد الزلزال طبعا هذه القرية هي قرية أمندار النائية في ضواحي مدينة مراكش المغربية قرية صغيرة جدا على جبال الأطلس زي ما حضراتكم شايفين كده أهلها ناس طيبين وطبعا يعني لها قصة معينة كده هنقولها لحضراتكم وان شاء الله القصة دي كان فيه يوتيوبر عمل مبادرة لبناء مسجد لأحد الأشخاص يعني تبرع بمبلغ مالي لبناء مسجد في القرية وطبعا المسجد ده كان في مكان عالي في الجبل وطبعا علشان يطلعوا المواد البناء دي محتاجين ناس تطلع المواد دي فدعا الأهالي وخصوص النساء القرية لأنهم يساعدوا في توصيل مواد البناء اللي أعلى لبناء المسجد وفعلا لبوا الدعوة وكان المنظر اللي حضراتكم شايفينه ده واللقطات دي فعلا تقشعر لها الأبدان نساء مغربيات يحملنا الأحجار ويصعبنا الجبل حاملات الأحجار التقيلة لبناء المسجد في هذه القرية الصغيرة المغربية هي مثال للمرأة المغربية الصبورة المبدرة للخير بدون شروط ولا مزايدات وهنا طبعا متحديات الظروف الصعبة والضروب الوعرة في هذه الجبال وطبعا زي ما نرحب لكم أشهدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان بهذا المشهد العظيم المؤثر هذا المشهد لن تراه كثيرا يعني يستحق مننا كل تقدير عظيم يعني لهؤلاء النساء الذين يتحرقن كأنهن جسدا واحد ليشاركنا في بناء المسجد بهذه القرية الصغيرة التي كانت حديث العالم كله على مواقع التواصل الاجتماعي وطبعا المسجد سبحان الله تم بناءه على خير وانتهو من بناء المسجد على خير وكانت الناس بدأت الصلاوات فيه فعلا وكان الكلام ده من أكتر من شهرين أو أكتر يعني وبعد كده طبعا زي ما حضراتكم عارفين والعالم كله عارف جهة الزلزال المدمر الزلزال اللي لم يسبق له مثيل من عدة سنوات الزلزال الذي دمر هذه القرية كاملة يعني وهؤلاء النساء وغالبية الأهالي أطفالا ورجالا ونساء قد راحوا ضحية لهذا الزلزال هذه المشاهد المؤثرة جدا الله يرحمهم جميعا ويجعلوا في ميزان حسناتهم يعني نقل هذه المواد الثقيلة في هذا الجو الحار وصعود الجبل ومشقة كبيرة جدا سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى أراد أن يعطيهم ثوابا عظيما جدا الله يرحمهم يغفر لهم ويسامحهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم يا رب إن شاء الله وهذه المناظر للقرية بعد الزلزال مشاهد مؤثرة جدا 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 وهذه هي مأزنة المسجد التي بقيت وبقي المسجد بعد أن دمر الزلزال جميع القرية وراحوا ضحايا في عواقب هذا الزلزال اللهم ارحمهم جميعا يا رب العالمين واجعلوا في ميزان حسناتهم المشهد يعني يؤثر ويجعل يعني يتقشعر له الأبدان سبحانه ربي العظيم سبحان الله ادعوا جميعا أن يرحمنا الله ويغفر لنا ويحفظنا جميعا يا رب العالمين آمين يا رب آمين ويحفظنا ويحفظ المسلمين والعرب أجمعين يا رب بإذن الله وبإذن واحد أحد ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو إن شاء الله وهذه هي صورة المسجد قبل وبعد